السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن استقر بانو إسرائيل عند جبل الطور أمر الله عز وجل سيدنا موسى أن يصعد إلى الجبل ليكلمه الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق الله العظيم فزعب سيدنا موسى عليه السلام لمناجات ربه وذلك في الثلاثون ليلة وهي من شهر زل قعدة بكامله وأتممها الله عز وجل بعشر من زل حجة فأصبحت أربعين ليلة ويقال أن الله عز وجل كلم سيدنا موسى يوم عيد النحر وفي مثله أكمل الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دينه والمقصود أن سيدنا موسى بعد ثلاثين ليلة كان صائما فيقال أنه لم يستطعم الطعام فلما كمل الشهر أخذ لحاء الشجرة فمضغه ليطيب ريح فمه قبل لقاء الله ومناجات الله عز وجل فأمره الله أن يمسك عشرة أخرى فصارت أربعين ليلة ولهذا ثبت في الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فلما عزم سيدنا موسى عليه السلام الزهاب لمناجات ربه استخلف على شعب بني إسرائيل أخاه هارون وهو ابن أمه وأبيه ووزيره في الدعوة فغصاه وأمره ونهاه وهذا لعلو منزلته وزهب سيدنا موسى وترك بني إسرائيل ومعهم أخاه هارون عند جبل الطور وعندما زهب سيدنا موسى حدثت الكارثة الكبرى وهي عبادة العجل قال تعالى عز بالله من الشيطان الرجيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين صدق الله العظيم فحين ذهب سيدنا موسى لمقاط ربه فعمد رجل منهم يقال له هارون السامري فأخذ ما كانوا استعاروه من الحلية عندما خرجوا من مصر فصاغ منها عجلا وألقى فيه قبضة من الطراب حين أخذها من أصر فرص سيدنا جبريل عليه السلام حين رآه يوم أغرق الله فرعون فرأى سيدنا جبريل عليه السلام وهو راكب فرصا وكلما وطأت بحوافرها على موضع موضع أغدر وأعشبه فأخذ من أصر حافرها فلما ألقاها في هذا العجل المصنوع من الزهب كان من أمره ما كان فقال تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول صدق الله العظيم فنبستها وكذلك سولت لي نفسي صدق الله العظيم أي أنه رأى فرصا سيدنا جبريل عليه السلام في يوم أن أغرق الله فرعون وقومه عندما كان يمر بجانب فرعون فكلما وضعت هذه الفرص قدميها اغضرت الأرض فأخذ السامري قبضة من أصر حواف فرص سيدنا جبريل عليه السلام وحينما صنع هذا العجل وضع هذه القبضة في داخل العجل فحينما كانت الرياح إذا دخلت في دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة أي يصنع صوتا علين فظن الجميع أن هذا إله وبدأوا يرقصون ويفرحون وقال تعالى فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي صدق الله العظيم فصاروا يعبدون هذا العجل الذي هو من صنع البشر وظنوا أنه إله وموسى يقف على الجبل ينتظر لقاء الله فقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا صدق الله العظيم أي في الوقت الذي أمر الله له بالمجيء وكلمه ربه أي الله عز وجل كلمه من وراء حجاب إلا أنه أسمعه الخطاب فناداه وناجاه وقربه وأدناه وهذا مقام رفيع ومنصب شريف ومنزل منيف فصلوات الله عليه وسلامه عليه في الدنيا والآخرة تجل الله تعالى للجبل وواقع موسى صعيقة لما أعطى الله عز وجل هذه المنزلة العالية لسيدنا موسى وسمع الخطاب فسأل رفع الحجاب فقال لله عز وجل الذي لا تدركه الأبصار وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني حيث أنه لا يستطيع أن يزبت عند تجليه تبارك الله وتحالى لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتا وأشد ثباتا من الإنسان لا يزبت عند التجلي من الرحمن ولهذا قال ولكن ننظر إلى الجبل فإن استكر مكانه فسوف تراني قال تعالى يا موسى إنه لا يراني حيا إلا مات ولا يابسا إلا تدهده أي تضحرجه وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور وفي رواية النار لو كشفت لأحرقت صبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه وقال ابن عباس في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى لشيء لا يقوم له شيء وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وعن صاعقة سيدنا موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاعقة الطور واصطفى الله سيدنا موسى عليه السلام بكلامه وبرسالاته وقال تعالى قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يعني خذ ما أعطيتك من الرسالة والكلام ولا تسأل زيادة عليه وكن من الشاكرين وأنزل الله الألواح على سيدنا موسى عليه السلام وكتبنا له في الألواح من كل شيء وموعزة وتفصيلا لكل شيء صدق الله العظيم وكانت الألواح من جوهر نفيس وأن الله يقال في الصحيح أن الله عز وجل كتب الطورة بيده وفيها مواعظ عن الآثام وتفصيل لكل ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام والحدود والأحكام فخذها بقوة أي بعزم ونية صادقة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي يصنعوها على أحسن وجوهها وأجمل محاملها سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة الخارجين عن طاعة المخالفين لأمر المكذبين الرسلين فلما رجع موسى عليه السلام إلى قومه رأى ما هم عليه من عبادة العجل ومعه الألواح أي الطورة فألقاها فيقال إنه كسرها والله أعلم ثم أقبل موسى عليهم فعنفهم ووبخهم وأقبل على أخيه هارون قائلا يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا ألا تتبعن أي لما رأيتهم ما صنعوا اتبعني فأعلمتني بما فعلوا فقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أي تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم فأقبل على قومه فقالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى الثامري وقال تعال عوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به أي إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور فتنة واختبارا لكم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني أي فيما أقول لكم وأطيع أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجح إلينا موسى يشهد الله لهارون عليه السلام وكفى بالله شهيد أنه نهاه وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ولم يتبعوه فأقبل موسى إلى السامري وقال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول صدق الله العظيم فنبزتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وهذا دعاء عليه بأن لا يمس أحدا معقبة له على مس ما لم يكن له مسه هذه معقبة له في الدنيا ثم توعده في الآخرة فقال وإن لك موعدا لن تخلفه وأمر بانو إسرائيل بحرق هذا العجل وألقوه في البحر وأمر بانو إسرائيل فشاربوا منه إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين صدق الله العظيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدهم لغفور رحيم فقبول توبة عابدي العجل أمرهم الله عز وجل بأن يقتلوا أنفسهم وكانت هذه الشريعة شرعها الله في زمن سيدنا موسى عليه السلام وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فاتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم فيقالوا أنهم أصبحوا يوما وقد أخذ من لم يعبد العجل في أيديهم السيوف وألقى الله عليهم ضبابا حتى لا يعرف القريب قريب ولا النسيب نسيب ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم فيقال إنهم قتلوا في صبيحة واحدة سبعين ألفا قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون صدق الله العظيم فاختار موسى سبعين من علماء بني إسرائيل لميقات ربه لكي يستغفروا ربهم عند جبل الطور واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ويقال أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بني إسرائيل ومعهم سيدنا موسى وهارون ويوشع ونادب وكثيرا من العلماء ذهبوا مع سيدنا موسى ليعتزروا عن بني إسرائيل في عبادة العجل ويطلبوا من الله العفو والغفران وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويختسلوا ففعلوا وذهبوا واقتربوا إلى الجبل وعليه الغمام وهمود النور صاطع صعد سيدنا موسى عليه السلام إلى الجبل فذكر بني إسرائيل أنهم سمعوا كلام الله عندما تحدث إلى كليم الله سيدنا موسى عليه السلام وقد أعوذ بالله من الشيط الرجيم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم وقال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ولكنهم عندما سمعوا كلام الله سألوا موسى سؤالا آخر وهم أن يروا الله عز وجل فأخذتهم الرجفة قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاحقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فلما أخذتهم الصاحقة وماتوا جميعا وعندما أفاقهم الله بعد موتهم تابوا إلى الله ورجعوا إلى الله وقال تعالى أعوذ بالله من الشيط الرجيم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العظيم وقد ذكر أثناء مناجات سيدنا موسى عليه السلام لربه قال موسى يا رب إني أجد في الألواح أمة هي خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رب جعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال موسى رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة رب جعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال رب إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظر حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطيه أحدا من الأمم قال رب جعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويأجرون عليها وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعص الله عليها نارا فأكلتها وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباح والطير وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم قال رب جعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال رب فإني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة فإذا عملها كتبت له عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال رب جعلها أمتي قال تلك أمة أحمد قال رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون المشفوع لهم فجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد فقال موسى اللهم اجعلني من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأثار الأحاديث الوردة عن منجات سيدنا موسى عليه السلام ذكر أن سيدنا موسى عليه السلام ذكر سؤال لله عز وجل فقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن موسى عليه السلام سأل ربه أي أهل الجنة أدنى منزلة فقال رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك من الجنة مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول نعم أي ربي فيقال لك هذا ومثله 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 فيقول أي ربي رضيت فيقال له لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك وسأل ربه أي أهل الجنة أرفع منزلة قال سأحدثك عنه غرست قرامته بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عن ست خسار كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال يا ربي أي عبادك أطقى قال الذي يذكر ولا ينسى قال فأي عبادك أهدى قال الذي يتبع الهدى قال فأي عبادك أحكم قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه قال فأي عبادك أعلم قال عالم لا يجبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال قال فأي عبادك أعذ قال الذي إذا قدر غفر قال فأي عبادك أغنى قال الذي يرضى بما يؤتى قال فأي عبادك أفقر قال صاحب منقوص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن ظهر إنما الغنى غنى نفس وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه وإذا أراد بعبد شر جعل فقره بين عينيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صاحب منقوص يريد به منقوص حالته يستقل ما أتي ويطلب الفضل وقال موسى أي ربي فهل في الأرض أحد أعلم مني قال نعم الخضر فاسأل السبيل إليه فكان ما سنذكره إن شاء الله في قصة الخضر وقال صلى الله عليه وسلم إن موسى قال أي ربي عبدك المؤمن مكتر عليه في الدنيا قال ففتح له باب من الجنة فنظر إليه قال يا موسى هذا ما أعددت له فقال موسى يا ربي وعزتك وجلالك لو كان مقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم يرى بؤسا قط قال ثم قال أي ربي عبدك الكافر موسع عليه في الدنيا قال ففتح له باب إلى النار فقال يا موسى هذا ما أعددت له فقال موسى أي ربي وعزتك وجلالك لو كانت له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم يرى خيرا قط وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقول هذا قال قل لا إله إلا الله قال إنما أريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن أهل السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت به لا إله إلا الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسألوا بني إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام فقالوا هل ينام ربك فقال سيدنا موسى عليه السلام فاتقوا الله فنداه ربه عز وجل يا موسى سألوك هل ينام ربك فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلثه نعسى فوقع لرقبته ثم انتعشى فقام فإذا كان آخر الليل نعسى فسقطت الزجاجتين فانكسرته فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكنا كما هلكت الزجاجتين في يدك وقال وأنزل الله عز وجل على رسوله آية الكرسي فلما جاء سيدنا موسى عليه السلام بالألواح فيها الطورة أمر بني إسرائيل بقولها والأخذ بها بقوة فقال انشروها علينا فإذا كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها قال بل اقبلوها بما فيها فراجعوها مرارا فأمر الله الملائكة فرفع الجبل على رؤوسهم حتى صار كأنه ظل أي غمامة على رؤوسهم وهم يقرؤون الطورة ويجادلون فيها سيدنا موسى عليه السلام قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم وقال تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فقبلوا وأمروا بالسجود فسجدوا فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم فصارت سنة لليهود إلى اليوم يقولون له سجدة أعظم من سجدة رفعت عن العذاب فيقال فلما نشرها لم يبقى على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز فليس على وجه الأرض يهوديا صغيرا ولا كبيرا تقرأ عليه الطورة إلا اهتز ونافض له رأسه وقال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وبكده انتهت حلقة النهاردة والحلقة الجاية إن شاء الله هنكمل في قصة سيدنا موسى عليه السلام ولو المحتوى عجبكو أتمنى تدعموني بالمتابعة والاشتراك في القناة ونضغط إعجاب ونتشارك الفيديو على قد ما نقدر وجزينا وإياكم خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته